الطريق نحو تنظيم الانتخابات في ليبيا أصبح من أبرز التحديات التي تواجه الأطراف السياسية والمؤسسات الرسمية من أبرزها مجلس النواب الأخير استأنف اجتماعاته في طبرق لبحث مصير العملية الانتخابية وتحديد خارطة طريق للمرحلة المقبلة جلسات ستبحث أسباب تأجيل الاستحقاق الانتخابي الذي كان مقررا في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي تأجيل قالت مفوضية الانتخابات التي يلقي عليها البعض مسؤولية الفشل في إجراء الانتخابات إنه كان بسبب القوة القاهرة وبالتوازي مع اجتماعات البرلمان يتحرك المجلس الرئاسي في الاتجاه ذاته رئيس المجلس محمد المنيفي أجرى مباحثات مع المبعوثة الدولية ستيفاني ويليامز لمناقشة الوضع حيث جدد المجلس الرئاسي على أهمية الالتزام بمخرجات الحوار السياسي وإنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين تمهيدا لإجراء الانتخابات أما المبعوثة الدولية فجددت بدورها التزام المجتمع الدولي بتوفير كل الدعم للدفع بالعملية السياسية وجهود إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كما أجرت ويليامز اجتماعات مع أطراف سياسية أخرى من أبرزها القوى الوطنية من أجل التغيير الأخيرة اقترحت إجراء الانتخابات بصيغة أخرى حسب ستيفاني ويليامز وهي إجراء الانتخابات بطريقة تسلسلية مع البدء بالاستحقاق النيابي وفي ظل تعقيدات المشهدين السياسي والأمني يرى البعض أن البرلمان قد يرفض الموعد الذي اقترحته مفوضية الانتخابات في الرابع والعشرين من الشهر الجاري اشتركوا في القناة